الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيدلي يوم الجمعة ببيان مو الأول بشأن خططه للاقتصاد الأمريكي وجهود تجنب المزيج المؤلم من زيادة الضرائب وخفض الانفاق وكان لأوباما أن شكر فريق العمل الذي أدار الحملة الانتخابية في لحظات مؤثرة حيث بكى حينما أراد التحدث عن فخره بما أنجزه فريق العمل خلال الحملة ومن المفترض أن يقوم الرئيس الأمريكي المنتخب بزيارة إلى ميانمار في التاسع عشر من الجاري رغم الانفصال الديني الذي تعيشه البلاد تأتي الزيارة ضمن جولة يقوم بها إلى كل من كمبوديا وتايلند كما من المفترض أن يلتقي في رنجون بزعيمة المعارضة أونغ سانسوكي التي سبق لها أن زارت الولايات المتحدة في أيلول سبتمبر حيث التقت بالرئيس الأمريكي هنا سبق لها